بعد عملية تقويس عذوك النخلة تتم الرشاة الثانية أو الثالثة عن أكروس حلم الغبار المسمى عند المزارعين بالغبير والذي يتسبب بفساد كامل المحصول إذا ترك بدون مقاومة ومكافحة الرشاة بعد تقويس وتركيب العذوك على جريد النخل من أهم الرشاة في الموسم حيث أن التمام العذق والثمار وكبر حجمها إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة في شهر يونيو تنشط في حشرة أكروس حلم الغبار وقد تصعب مكافحته لقرب التلوين فلذلك نرش رشاة سواء كان في إصابة أو لم يكن هناك أصابة وهي رشة وقائية لنتجنب الرش وقت تلوين أو نضج الثمار مما يتسبب ببقايا للمبيدات وهذا غير جيد صحياً وليس من أمانة المزارعين في المملكة الذين عرف عنهم الأمانة والصدق والوزارة ترشدهم دوماً وأبداً عبر حساباتها مشكورة